اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن ما هو علاج شبكية العين المتضررة كلما اكتشف المريض التعب والاعراض بشكل مبكر كلما زادت فرص علاجه واصلاح التلف والضرر الناتج هناك عدة طرق للعلاج اشهرها العلاج بالليزار يلجأ الاطباء الى الاستعانة بالجراحة في بعض الحالات يتم استخدام الليزار اذا كانت الشبكية تعاني من ضرر كبير يتم تسليط اشعة الليزار على قرانية العين اذا كانت شبكية العين تعاني من الضرر ويعالج الليزار هذا الضرر اذا كانت الشبكية تعاني من تمزق او فجوة ما يصلح الليزار هذا التلف الأنسج المتضررة يمكن أن تتجدد مرة أخرى مع العلاج في المرضى الشباب يقوم الليزر بعلاج حالات انفصال الشبكية المرضى المصابين باعتلال الشبكية السكري يتم علاجهم في أغلب الأحيان عن طريق توجيه أشعة الليزر إلى الأوعية الدموية في كثير من الأحيان يكون النزيف في العين بسبب الانكماش والانقباض في الأوعية داخل الشبكية وهو ما يتم علاجه عن طريق التخذير الضوئي حدوث أي ضرر في شبكية العين يسبب في كثير من الحالات اختلال في الرؤية الليلية وهو ما يتم أخذه في الاعتبار عند اختيار طريقة العلاج الملائمة إذا تعرضت شبكية العين إلى التمزق يقوم بعض الأطباء بتجميد أنسجتها حتى لا تزداد الحالة سؤال يتم توجيه أشعة التجميد لجدار العين المتضرر لعلاج الضرر الواقع عليها حيث تقوم الأشعة الباردة بالسيطرة على تمزق أنسجة الشبكية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تطبعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر